طلبة استمرار لمجموعة المحاضرات الخاصة بمقرر امن شبكات الحاسوب نكمل بمشيط الله الوحدة الثالثة كنا في المحاضرات السابقة تعرضنا لمفهوم Symmetric Encryption اخدنا مجموعة من الترمينولوجيز سواء كانت بلين تكت سيفر تكس سيفرين دي سيفرين كريبتوغرافي ان سون شو المخصوب بكريبتاناليسز كريبتولوجي الموديل الخاص به اللي هو عملية الانكريبشن بالاضافة الى الكريبتاناليسز شفنا الانكريبشن سكيمة الانكونديشنال البروت فورس التاكس شو الوقت اللي ممكن ناخده بفرضيات مختلفة وقديش اهمية الكي سايز عنا في اللي هو الوقت اللي بحتاج البروت فورس التاك او الكزوتف كي سيرش اللي ممكن تطبيقه في اي وقت ويتعرق شفنا وناقشنا المفهوم الخاص بها انتقلنا بعد هيك للسبستيوشن تكنيك اخدنا احد الامثل عليه اللي هو السيزر صايفر شفنا كيف عملية الانكريبشن كيف الدكريبشن بالاضافة كيف ممكن تطبيق البروت فورس التاك عليه وقلنا بانه سيزر از نات سيكيور بعد هيك كنا انتقلنا للمونو الفابتك سايفر اخدنا اللي هو بعرضه بعد الاحصائيات اللي هي كالفريكوانسيز على اللترز وتطبيق اللي هو او ممكن تساعد في الاستاتيستيكال اه اه احد الامثلة اللي شفناها على المونو الفابتك او المونو الفابتك سايفر كيف بيشتغل قال لي بعملنا نوع من الكمبينيشن ما اللي هو تو لاترز ثري لاترز ولي احد الامثلة اللي كانت موجودة اللي هو البلايفير سايفر اللي هو باعتماده على فايف باي فايف ماتريكس اوف لاترز شوفنا كيف عملية الكنستركشن للكي ماتريكس ويبعض الكيسيز في عملية الانكريبشن اه اللي ممكن تكون موجودة عندنا بنفس الصف نفس العمود مختلاف في الصف اختلاف في العمود وهكذا اه بعد ديك انتقلنا له الهل سايفر انكريبشن الاجوريثم وجينا قلنا بانه هادي بتعتمد على الكيب او كيف تصنف من الماتريكس انكريبشن الاجوريثم والي تصنف كبلوك صيفر شوفنا كيف آلية اللي هو عمل الانكريبشن باستخدام الهل سايفر بنقسم النص الى مجموعة من البلوكس بالاعتماد على الكي سايز اللي موجودة عندنا مثلا اثنين في اثنين ثلاثة في ثلاثة اربعة في اربعة انسون شوفنا مثال على اللي هو الهل سايفر في عملية الانكريبشن طبقنا وشوفنا كيف ممكن ان نعمل ديكريبشن كيف ممكن نعمل التاك على الهل سايفر باستخدام البلين تيكس سايفر تيكس اه التاك والكلام هذا طبقناه من خلال مثال بسيط اللي هو في النص اللي كان موجود عندنا اللي هو فرايدي وشوفنا كيف احنا ممكن نيجي نعمل الكلام هذا من خلال تجزئة اللي هو النص وتطبيق اللي هو بناء على الاكويشن اللي موجودة اه عنا اللي هي المين اه 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 او بريشن اوف دي هيل اه اه سايفر وشوفنا كيف الكلام هذا ممكن انه احنا نحسب الانفرس الخاص بي اه اه سواء او بي اه البلين تيكس اللي هو هياته موجود عنا لما نضربه في الطرف اللي موجود على اليمين اللي هو بشكل لنا السايفر تيكس حيامل كانس ليشن هنا لا اللي هو القيمة اللي موجودة اه عنا وبالتالي اه طبعا هنضرب الطرفين بنفس القيمة وبالتالي هنحصل على الكي اه في الطرف اه الاخر شوفنا الكلام هات طبقنا على مجموعة من اه البلوك اه او البلوكس اللي موجودة عنا بعد ايك كنا انتقلنا على الكي الكيود اه الكريتس كومن دي اه القورتم اللي هي اليوكريديان او كليتس القورتم اللي هي وظيفتها ايجاد الكريتس كومن ديفايزر between two numbers وشوفنا مثال اه تطبيقي اه عليها او عملنا تريسينج بحيث انه احنا نوجد القيمة هاته اخر شيء وصلنا لكيفية انجاد الانفرس لا اللي هو القيمة واحدة فقط طبعا احنا ضل علينا بالنسبة للهيس صيفر انه نتعلم كيفية ايجاد اللي هو الانفرس of the key اه ماتريكس علشان احنا نوجد الانفرس بتطلب معرفتنا به وهذا الخورزمية مهمة جدا انه في الشغل اه ابتبعنا بتطلب منه معرفة كيفية ايجاد الملتبليكيتف انفرس او الانفرس انسايد اه اموديلا طبعا الخورزمية هذه اللي يطلق عليها الاكستينديد يوكليديان الالجورديم اللي هي تطوير للخورزمية اللي كانت اللي هو بتوجد لكريتس كوماند اه ديفايزر او اللي احنا يطلق عليها اللي هو يوكليديس اه الالجورديم طيب ايش بدك ايش بتعمل كيف الالية اللي هو العمل للخورزمية هذه انا بفرض ان الامور سهلة انه نتعامل معاها من خلال اللي الشكل اللي موجود امامنا او من خلال الخورزمية اللي عنا هانا زي ما احنا شايفين اللي احنا هنبدأ القيمتين هناك في اليوكليديان او في اللي هو الالجورتس كوماند ديفايزر كانت القيمة موجودة عندي ازا سينجل فاليو الان الك اي وك بي الان بيبدأ يتعامل مع القيمة هادي وكانها عبارة عن اا تريبل فاليوز او ازا فيكتور اه موجودة عند تري اي واحد اللي هي واحد اي تنين اللي هي صفر اي تلاتة اللي هي م. في حين بانه الفيكتور الثاني ما هوar P1 اللي هو هادي العدد اللي هوb اللي احنا بنا نوجد له الملتبليكاتف ايش يعني يعني العدد مضروب في المعكوس التضرب يبتبعه بدي يكون يساوي اه واحد. واحد بتقول له يعني هذا العملية مسهلة مثلا المعكوس الدهل للعدد خمسة الهي واحد على خمسة. اه مضبوط واحد على خمسة واحد على خمسة ضرب خمسة بتساوي واحد بس ما تنساش احنا بنشتغل في اللي هو انسايد الموديلا احنا بنشتغل انسايد الموديلا ما فيش عندي فراكشنز ما فيش عنا كسر مثلا العدد الثلاثة المعكوس الضربي بتبعه في الوضع الطبيعي في مجموعة العداد الصحيحة هو واحد على ثلاثة ليش لانه واحد على ثلاثة ضرب الثلاثة بتساوي واحد لكن لو جينا قلنا العدد ثلاثة ايش المعكوس الضربي بتبعه في داخل اللي هو انسايد موديلا تن انسايد موديلا تن او انسايد زيد الان اللي هي زيد التن زيد الان او اللي هي عبارة عن مجموعة العداد من صفر الى ان ناقص واحد حلاقي بانه ايشوه العدد اللي انا ممكن اضربه في اه تلاثة موديلا الان اللي هي العشرة على كمثال بدأت تكون تساوي واحد لو جيت مثلت مشيت هيك بالطريقة يعني العادية بدون لا خوار زمي ولا غيره تلاثة في واحد تلاثة موديلا العشرة حتكون تساوي تلاثة تلاثة في بستة موديلا العشرة بتساوي ستة تلاثة في تلاثة بتسع موديلا العشرة بتساوي تسع تلاثة في اربعة اتناش موديلا العشرة بتساوي اتنين تلاثة في خمسة خمسة موديلا العشرة بتساوي خمسة تلاثة في ستة تمنتاش موديلا العشرة بتساوي تمانية يبقى ولا واحد لحتى الان من خلال مجموعة الأرقام هذه من 1 ل 6 كان هو عبارة عن المعكوس الضربي أو الملتبليكيتف انفرس for 3 inside موديلا 10 لو جينا وقمنا بضرب 3 ضرب 7 21 موديلا العشرة بتساوي 1 يبقى معناته العدد 7 هو الملتبليكيتف انفرس أو المعكوس الضربي للعدد 3 inside الموديلا اللي هو 10 يبقى نشوف الخوارز بيه تبعتنا fp3 equal 3 sorry fp3 equal 0 أو قبل هيك الانيشاليزيشن تبعتنا a1 a2 a3 اللي بتساوي 1 0 و الام b1 b2 b3 بتساوي 0 و 1 اللي هو البي يبقى الcorresponding value for each اللي هو براميتر equal أو initialized based on the order of this vector or this one dimensional array أوكي أوكي if b3 b3 اللي هو هاي بتساوي 0 يبقى معناته رجع لreturn a3 اللي هي هيها بتساوي greatest common divisor للأم والبي معناته في عندنا greatest common divisor وبناء عليه القيمة هادي اللي هي البي has no inverse has no inverse if b3 بتساوي 1 يبقى return b3 equal greatest common divisor للأم والبي يبقى البي 3 هي اللي بتساوي واحد اوكي هي الغريتس common divisor اوكي وبناء عليه القيمة أو العدد اللي موجود عنا is relatively prime أو co prime number 2 n or m thus or hence b2 equal b inverse modula الام يبقى اللي هو البي 2 بدها تكون هي عبارة عن multiplicative inverse للقيمة اللي موجودة عنا والانفرس اذا لا b3 بتساوي صفر ولا b3 بتساوي واحد يبقى روح رجالي اللي هو ايش بد يكون بدك تبدأ تشتغل q بدها تساوي a3 div b3 q بدتساوي a3 div divide b3 طبعا ال div هنا اللي يعبار عن الانتجار part of the division process الانتجار part of the division process t1 t2 t3 are the remainder of a1 for example a1 اللي هيها minus q multiplied by p1 بد الرميندر هذه بدك تخصص لياها أو تعطيها للقيم من t1 عندنا a2 بدها تساوي t2 t2 a2 a2 q b2 t3 بدها تكون تساوي a3 q b3 يبقى يبقى مجموعة القيم بعد الخطوة هذه روح خذ لي انه القيم الجديد لل a الفيكتور هذه اللي كانت موجودة عنا اللي بدأ تساوي قيم b القديمة b1 b2 b3 قيم b الجديد هذه تبعتنا بدها تكون تساوي الفيكتور اللي هو كان عبارة عن t1 t2 بالإضافة الى t3 اوكي وبناء عليه وبناء عليه بدك ترجع للمين لا اللي هو go to step number a number 2 ارجع شوف لي b3 هذي القيم بتبعتك هل انها بتساوي صفر اذا بتساوي صفر رجع ل a3 بانها greatest common divisor لل m وال b وبالتالي no inverse اذا لأ شوف لي بي 3 بتساوي واحد اذا بتساوي واحد معناته b3 هي ال m وال b او اللي هو b2 بدي يكون هو ال inverse او الملتبلي كاتف ان موجود عنا اذا لأ بدك ترجع تكرر لنفس الخطوات خلينا نشوف مثال تطبيقي على هذا الكلام من خلال احتسابنا ل الملتبلي كاتف ان للعدد 3 و inside المودي 10 based on our algorithm اللي هو باستخدام الاكستيندي يوكليديان algorithm ليش انا الثلاثة والسبع لان نبحاج الى كمان شوي في احتساب اللي هو ال inverse او الkey inverse الماتريكس او الماتريكس inverse for hill cypher algorithm اللي هي ضايل علينا نتعلم كيفية ايجاد الانفرس ل الماتريكس طبعا هنا مثال معطنية inverse of 550 انجلا وفيلد 1759 مثال بحاجة لخطوات طويلة شوية فبالتالي احنا مناخد الو ارقام صغيرة علشان نقدر نشتغل عليها خلينا نشوف المثال ابتبعنا الان خلينا الان نشوف المثال في كيفية ايجاد multiplicative inverse للعدد اللي هو 3 inside موديلا العشرة يبقى عندي ال بالنسبة لنا حتكون تساوي 3 و الان او الام اذا حابب انها بتكون بتساوي 10 اسف فانا ممكن نقول اللي هي العدد بي افضل عشان نلتزم بمجموعة البراميترز اللي هو مستخدم منها في اللي هو ايش في الخورزمية يبقى عنا اي واحد اي اتنين اي ثلاثة هتكون تساوي واحد وصفر والعداد عشرة في حين بي واحد بي اثنين بالاضافة الى بي ثلاثة هتكون تساوي اللي هو صفر وواحد والعداد ثلاثة الآن نجد نشوف بناء الخطوات اللي كانت موجودة انها في الخوارزمية هل بي ثلاثة بتساوي صفر بي ثلاثة عندنا ايش بتساوي هاي بي ثلاثة هاي هادي بي ثلاثة اللي موجودة عندنا هل انها بتساوي صفر اللي هي بي ثلاثة اللي هي هادي اللي هي موجودة عندنا اسف نرجع مرة ثاني معلش انا مساحت بالطريق الخطأ اللي هي العدد ثلاثة اللي هي موجودة عنا لا ما بتسويش اللي هو يبقى هنا بي 3 بتساوي 3 لا تساوي 0 طيب نروح للخطوة التانية هل F B3 بتساوي 1 برضو هانا عندي B3 زال لا تساوي 1 وبالتالي هنروح لا اللي هو ايش الخطوة اللي بعدها اللي هي الخطوة رقم 4 الان اربعة كانت في الخوارزمية ايش بقول لي بقول لي Q بتساوي A3 DEV اللي هو ايش B3 طيب ايش قيمة اللي هو A3 اللي كانت موجودة عنا A3 بتساوي 10 10 مقسومة على B3 اللي هي بتساوي ايش بتساوي 3 طبعا هانا اللي موجودة عندي بالنسبة لنا اه اللي موجودة عنا اللي هو ال A3 هادي ال A3 اللي موجودة ال آسف ال DEV اللي موجودة عنا اوكي ال DEV هادي ما هي الا عبارة عن ناتج ناتج مرة تانية عملية القسمة يبقى A3 حسب ما حكيتنا قبل بشوي اللي هو بتها تكون موجودة عندي ال A3 اللي هي عشرة زي ما احنا شايفين مقسومة على 3 خلينا عشان نكون دقيقين كانتج بارت هادي معناها اللي هو اللي أنا بدي انتج بارت أوف ديفيجين process اوكي يبقى هادي بالنسبة انه بتساوي اللي هو العدد ايش عشرة تقسيم 3 بتشكل تقليدي جدا هاي الناتج 3 في 3 بتسعة والباقي واحد في الشغل اللي موجود عنا طيب كامل شغلة يبقى هانا لكيو تبعتنا بتساوي 3 كيو بتساوي 3 بدو ييجي هانا الان تي واحد بدها تساوي بنانا الخوة الرزمية ارجع بدها تساوي اي واحد ناقص كيو في بي واحد اي واحد ايش بتساوي عنا واحد ناقص كيو 3 بي واحد بالنسبة لنا مضرو اللي هو بتساوي صفر يبقى تضرب صفر وتساوي اللي هو الكلام هذا ايش بدي يكون واحد اللي هي هذي عبارة عن مين هذي عبارة عن تي واحد طيب تي 2 ايش دا تكون تساوي بدها تكون تساوي اي 2 ناقص كيو في بي 2 اللي هي عبارة عن ايش اللي هو اي 2 كانت موجودة عنا نرجع مرة ثانية اللي هي بتساوي صفر و اللي هو بي 2 بتساوي واحد يبقى صفر ناقص لكيو اللي هي بالنسبة لنا 3 ضرب اللي هو 1 عشان تكون تساوي ناقص 3 طيب T3 ايش بدها تكون تساوي A3 ناقص Q في B3 اللي هي بالنسبة لنا اللي هو A13 ناقص الكيوب تبعتنا اللي هي عبارة عن ايش الكيوب الكيوب كانت اللي هي عبارة عن 3 وB3 كانت 3 اللي هو ضرب 3 يبقى الناتج تساوي 1 الآن ارجع على الخطوات اللي موجودة عندي في الخورزمية اللي كانت موجودة بقول لي اللي هو T1 وT2 بالاضافة الى T3 بدها تساوي اللي هو مين يا اسف اللي هو عندنا A1 أنا اسف A1 وA2 بالاضافة الى A3 بدها تساوي مين بدها تساوي B1 وB2 وB3 اللي هي القيم القديمة اللي هي عبارة عن ايش بدها تكون تساوي اللي هي عبارة عن هاي الـ B1 B1 وB2 وB3 اللي هياتها كانت موجودة عندنا اللي هي 0 و1 وإيش و3 يبقى هاي موجودة عندي بدها تكون 0 و1 و3 تمام الـ B1 وB2 بالاضافة الى B3 ايش بدها تكون تساوي بدها تكون تساوي قيم T اللي ايش اللي احنا حسبناها T1 هيها وT2 هيها وT3 هيها موجودة عندنا يبقى القيم تبعتنا 1 وناقص 3 1 وناقص 3 بالاضافة الى العدد 1 تمام يبقى هادي البراميتر الجديد بتبعتنا ارجع مرة تانية الان ايش بقول لي ارجع للخورزمية ايش بقول لي اللي هو go to step number 2 ايش step number 2 بقول لي F B3 equal 0 so B3 بالنسبة لنا B3 بتساوي 1 لا تساوي 0 فلو كانت هيك كان حيجي يقول لي رثير A3 اللي هي بتساوي greatest common divisor اللي هي موجودة عندنا اللي هو بتساوي greatest common divisor وبالتالي آسف اللي هي بتها تكون فيه greatest common divisor غير العدد واحد غير العدد واحد وبالتالي no inverse طيب B3 لا تساوي اللي هو صفر لانها بتساوي واحد ايش الخطوة لقم ثلاثة كان بقول لي هل بي ثلاثة بتساوي واحد نعم صحيح بي ثلاثة بتساوي واحد يبقى في هاد الحالة ايش بقول لي ريتين بي ثري ايكوال جي سي دي للام وي البي يبقى الجريتس كومون ديفايزور ما بين اللي هو الجي سي دي للعدد عشرة والعدد ثلاثة بيساوي ايش بيساوي واحد طيب ايش استفدت انا قال لي كمان البي اتنين هتكون تساوي البي انفرس موديلا اللي هو الام يعني البي اتنين اللي موجود عندي اللي هي ناقص ثلاثة هي عبارة عن الثلاثة انفرس موديلا اللي هو الام اللي هي بالنسبة لنا ايش العدد عشرة لكن انا بشتغل في الكريبتوغرافي بالبوزيتف انتجر نمبرز وبالتالي علشان الناقص ثلاثة هاتي موديلا العشرة تكون ملتبليكيتف انفرس صحيحة ايش بيقول لما بطلع عندك قيمة سالبة هان بقول لي اللي هو اد ان او ام بالنسبة لنا في الوضع اللي عندنا هان موجود اد ام تو دا فاليو اللي هي النقاتيب فاليو ها انتل انتل ات بيكامز بوزيتف في الوضع ابتبعنا ناقص ثلاثة زائد ايش الان الام تبعتنا عشرة موديلا العشرة نادي موجودة ناقص ثلاثة زائد العشرة اللي هي سبعة موديلا العشرة اللي هي بتساوي ايش بتساوي سبعة طبعا في الشغل ابتبعي حسب ما احنا جينا حكينا من البداية لو بدنا نتحقق من الكلام هذا انا بعرف بانه بي ضرب البي انفرس ابتبعها موديلا الان اللي هي ام في وضعنا هنا بده تكون تساوي ايش واحد البي كانت عندي ايش بتساوي تلاتة ضرب الملتبليكيتف انفرس تبعها اللي هو العدد ايه العدد سبعة موديلا اللي هو ايش العدد عشرة هادي بتساوي واحد وعشرين موديلا العشرة وبالتالي بده تكون تساوي واحد كيف اعرفت اللي الكلام هاد اجا قلي اه ما هي هاد العملية سهلة قسم في الوضع الطبيعي بتبعك هاي واحد وعشرين تقسيم عشرة عندي اتنين هيات اللي هو عشرين اللي هو ايش موجود عندنا اللي هو واحد باقي القسم هياته موجود عندي العدد واحد يبقى اللي هو الثلاثة انفرس بتساوي العدد ايش سبع انسايد موديلا عشر او المثال احنا هنحتاج له كمان شوية في الشغل ابتبعنا لما نجي ناخد المثال ابتبع اللي هو كيفية احتساب اللي هو الانفرس ل الماتريكس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة